الحر حر والطوز طوز والبرد برد والرطوبة رطوبة لكن تظل الكويت فوق الجميع والله يعز الكويت قول آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين فضل بعبد الله ماذا تقول بهذه المناسبة الحارة جدا أول شيء أنا سعيد جدا أنه يتجدد اللقاء عقوبة شمسنا كأننا زملاء في القبس الحمد لله ولا زلنا أخوان ولا زلنا الحمد لله الله يعرضك تحية لأسرة البرنامج والأخوة الأخوات المستمعين وإن شاء الله نحاول أن نوصل بعض المعلومات التي تساعد في الوقاية من موجة الحر القياسية التي تتعرضها الكويت بتحمل المسؤولية لأنها في النهاية المسؤولية مشتركة نعم لما نتكلم عن آثار موجات الحر الحالية تتنوع بين ثلاثة بشكل رئيسي ضربة الشمس إجهاد الحراري وتشنجات الحرارية الأخطر هي ضربة الشمس وطبيا تتعامل كطوارئ هايوان تصير ضربة شبس بعد الله هذه تصير لأكثر من عامل عشان نفهم آليتها الجسم فضل الله سبحانه وتعالى عنده مثل فيرموستات مال التكيف اللي هو الغدة النخامية فوق هذه توازن ما بين الحرارة الداخلية اللي تنتج عن التنفس عن الأكل وعن المشهود العضلي خارجيا يحصل أيضا تأثر فيها عوامل الحرارة الرطوبة والتيار الهواء التوازن فيها يساعد في شغلات تساعد على البخر البرودة بمفهوم أن التعرق يساعد على تخفيض الحرارة الجانب الآخر طبعا توسع الأوردة في الجلد يساعد على التبريد تقصد الحر مالنا هذا؟ ايه أنا أقصد بصورة عامة الآن لما ننتكلم عن الجفاف اللي يحصل نتيجة التعرض المباشر لفترات طويلة للحر هذا يؤثر على فقدان هذا التوازن فتظهر بعض الأعراض الأعراض تبدأ بنوع من العياء الصداء تكسر الجسم يوصل أحيانا لتقلصات في العضلات تقلصات حتى في الجهاز الهضمي في البطن قد يؤدي إلى قيء غثيان وربما سهال مدمم ثم تبدأ بعد التصرفات اللي هي هذيان أنصح التعبير كل هذا بسبب الحر بسبب الحر والتعرض فيه بشكل يعني مباشر ودون ما يعني تأخذ الاحتياطات اللي راح نسولف عنها فهذه قد يأخذنا إلى الغيبوبة والغيبوبة ما لم يتم التعامل معها لا شك أنها ممكن تودي بالحياة فبالتالي مو غريب أن الناس تتعامل مع ضربات الشمس كطوارئ مو غريب أنه في مواسم التجمعات والتعرض المباشر في الشمس مثل الحج هناك وحدات خاصة لإنقاذ الناس أنا أتذكر في بعثة الحج قبل شمسنا تخلت علينا حاجة جزائرية كانت تهدي مضيع المخيم مالهم وطبعاً لاحظنا شون تخلت وطبعاً الجلد شون تفرق بينها وبين الصخونة شون تفرق بينها وبين الإيجاد الحراري الجلد يكون جاف حار محمر كانوا ديكاترتنا يقولون يلسع بينما الإيجاد الحراري تلقى رطب وحار الأعراض نفسها تبدأ قد تكون مع اختلاف المقارنة تبدأ بنوع من التعب والتقلصات والتشنجات الحرارية هناك في بعض الشرائح مهم من أن نركز عليها هي أكثر خطورة وعرضة لضربات الشمس أو للضربات التعرض للشمس لفترات طويلة طيب دكتور تنصح أن يعدم سيارات طبعاً أو اللي ما عندها سيارات يشيلوا معاهم ما يبارد فيها الأجواء هذه لا شك لأنه هو عنوان أو الكلمة المفتاح في كل هذا الموضوع اللي هو الجفاف جفاف إذا دخلنا في الوقاية أهم شيء اللي هو وفرة السوائل ويمكن من ضمن الأشياء اللي دائماً نحن نتكلم عنها يعني يفترض أن في هذه الأجواء الواحد يأخذ من ثلاثة إلى أربعة لتر لأن صحياً المفروض أنت بكر رامل بول يكون في لتر واحد لكن مع التعرق الشديد اللي يحصل قد يكون أنقص أو كذا هذه تتنوع من شخص لآخر إذا كان لي أن أقول الشرائح اللي هي قد تكون أكثر عرضة لأطفال كبار السن المرأة الحامل اللي لديهم أمراض مزمنة مثل القلب والشرايين والسكر وأمراض الكلة أمراض الرئة بالإضافة إلى ما ننسى سوء التغذية وسوء التغذية يدي إلى أفراط في السمنة وأفراط في النحافة هؤلاء عادة يكونون أكثر عرضة للانتقال بشكل سريع جداً من الأعياء إلى ربما الدخول في الغيبوبة مهمنا نركز على الأطفال لأنه من جانب بين أذكر مثال أنا ما أدري أنت أصغر مني وايد ولا أنا أصغر منك لا أصغر منك لا تكبرني كانوا دائماً في الأمراض طويلة للجميع إن شاء الله كانوا يذكرون كانوا يعني يحرصون أن اليهال بالشمس ما يطلعون ببهاري فكان في مفهوم وسالفة أحمارة القايلة اللي نخوف فيها اليهال عشان يقعدون داخل الآن الجانب الآخر بالنسبة للطفل اللي أحياناً تتكرر ونسمع عنها أن أب أو أم يترك الطفل لفترات يحاول يخلص شغلوي وين يتركه بالبيت بالسيارة بالسيارة أحياناً تكون شغالة أحياناً يعني المكيف يوقف وهذه تؤدي إلى كارثة إحنا دائماً نشوفها ونتألم منها الشياب بشكل خاص يحبون الصلاة في المسجد عسى الله يتمم عليهم ويبارك فيهم لكن صلاة الظهر وصلاة العصر قدر المستطاع يأما سيارة توصلهم يأما يصلهم في البيت يأما يصلهم في البيت لأن فعلاً المشوار عندما تكون درجة الحرارة 48 49 وأكثر من ذلك يجب أن الواحد يأخذ في عين الاعتبار أو يكون معاه مرافق لأن هذه قاعدة نشوفها أحياناً يسقطون يعني بالتركيز بالغيبوبة بسبب التعرض الشديد للجسم السكر والضغط إحنا عندنا كل رابع شخص تقريباً في الكويت يأما ضغط يأما سكر شخصة كل رابع كل رابع شخص يعني شنو الرابع يعني إحنا نتكلم عن حدود 25% عندهم يا سكر يا ضغط بشكل من أشكاله فبالتالي بسبب هذا الانتشار حقيقة يجب أنه يأخذ فيها الاعتبار قابليتهم لتحمل الشمس تكون أقل من غيرهم فبالتالي هؤلاء يجب أن يكون عندهم وفرة ماي ويقصل حق من نفسه ما يتعرض لفترات طويلة حتى لو كان ماشي اللي يبيلعب رياضة مفيد أنه نذكر تجنب الفترات اللي هي في الشمس تكون عمودية عن زيني أثر الشمس دكتور دكتور أحمد الشطي أثرها أخطر على الصغار أم على كبار الشن هي خطر على الجميع على الجميع يعني ما في ما في فيها معينة بس أكو أصحاء وأكو مرضى اللي تكلمنا عنهم أكلمك على الصحاء الأصحاء لا شك إنه الآن إحنا حتى التعرضات المهنية اللي نتكلم عنها إنت لما تكلم عن واحد صحيح غير لما تتكلم عن مجتمع الصحيح يفترض أنه يتحمل كل المخاطر مدى ثمان ساعات بسلامة وأمان لكن عندما تكلم عن المجتمع مستويات التعرض تنزل ليش؟ لأنه في المريض في الصغير في الكبير في المرأة الحامل في اللي عندهم أمراض فبالتالي دائم مستويات التعرض للصحيح لمدة ثمان ساعات في بيئة العمل تكون أعلى من الحديث عن المجتمع وبالتالي هنحنا نركز على هذا الموضوع اللي يجب أنه يؤخذ في علة والله الحرص واجب في كل الأحوال وعندما نتكلم عن تعرضات نحن ترى في أوروبا الناس يحصرون نسبة الوهفيات فوق الثلاثين نحن الحمد لله في ظل التكيف لثقافة الجو الحار توصل خمسين الحرارة أي الحرارة ولا شك أننا عندنا اليوم نحن نتكلم عن تكيف موجود في مكان العمل في السيارة في المول في المسيد في بيئة العمل هذه لا شك أنها تلعب دور دكتور أحمد ما الجديد لديك؟ لا شك أن المحافظة على الصحة هي مسؤولية مشتركة وعندما نتكلم عن درجات الحرارة فإننا نتكلم عن تعرض يصيب كل المجتمع بكل شرائحة بكل أماكنها نفتخر في الكويت أنه مستوى الوعي عندنا عالي جدا ويجب أن نحترام الخطر وفي هذه المرحلة نتكلم عن درجات الحرارة ماذا يمكن أن يقوم الفرد أو المجتمع لحماية نفسه وتقليل الأعراض والأمراض وربما الطبية ذات العلاقة طيب كانت غرسمي باسم وزارة صحة دكتور أحمد هل عملتوا برنامج معين برنامج نصائح توجيهات للمستمعين يقال دائما درهم وقايا خير من قنطار علاج نتكلم على أكثر من توجه التوجه الآن نتكلم عن الشرائح هناك كذلك الناس اللي عادة يعملون في العراء أو في البيئة الخارجية الآن في تشريع في دولة الكويت أنه ممنوع التعرض للشمس أو العمل خلال فترة من 11 لأربع عصرة وهناك جهات رقابية تابع وتحمي هذه الفئات ذات العلاقة مفيد حقيقة أنه كل صاحب عمل أنه يخاطب عماله باللغة التي يفهمها لأنه هذه مسؤولية لن تخصد صاحب العمر رب البيت مثلا اللي عنده بناية ابنيها أحسنت طيق عفوا عفوا دامنا ابنة طاري البناية دكتور والحين في قرارة وقانون يمنع العمل بعد الساعة 11 هذا بالضبط اللي قاعد أقول من 11 للساعة أرضاء بس أحيانا يكون العامل بنغالي نعم يتكلم أردو أي لغة أخرى الرسالة لازم توصل له هذا واحد الشغلة الثانية أنتوا لش ما توصلونها بلغاتهم بس هذه تقع تحت مضلة وزارة الشؤون أه هم اللي يكشفون ويشوفون هذه لأن مكتب العمل الدولي هو اللي يتابع الأمور هذه لكن رب العمل لازم يوفر سوائل يوفر مياه يوفر عصاير يعوض الأملاح يترك ويبرمج ساعات العمل بحيث أنه يتجنب التعرض للشمس مثلا يحول شغل الليل أو بعد الفجر ويوقف الساعة عشر ويعود بعد المغرب عشان يتجنب هذه الظروة في التعرض لأشعة الشمس أنا بدي أكد إذا كان هناك رسالة مثل ما يقولون بالإنجليزي نعيد بعض الجوانب الوقائية التي تعتمد على الوعي والوعي نفرح كثير لما يتحول إلى معتقد ثم إلى سلوك صحي إيجابي بالتالي الرسالة التي يقولون مثل ما تقول حلقة بالوذن لإكثار من شرب المياه والسوائل بكمية كافية عدم التجمع في أماكن قليلة التهوية الامتناع عن المشي في الشمس لمسافات طويلة فبالتالي مثل ما قلنا يا أما تكون الفير يا أما تكون بعد المغرب والتدرج فيها لأن حتى الرطوبة ممكن تؤدي إلى الإجهاد الحراري تأكد من أن هناك أماكن غليلة ودائما يرافق بطل الماء معاك في مثل هذه الأمور وعليك تقول الماء بالشيارة لاجب لا يصير حار وايد بس إذا كان من قنينة أكو أشياء تحفظ في درجة معينة كذلك استخدام المظلة أو الشماسي لمنع التعرض الملابس الفضفابة وخاصة القطنية فيها مجال التهوية أي شخص يعاني من أي من أنواع الحمى أو ارتفاع درجات الحرارة يجب أنه يبتعد عن التعرض للشمس وكرر بأنه لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة الضغط والسكر، أمراض الرئة، الكيلة، أصحاب الأوزان الثقيلة تجنب بالتعرض للشمس، التأكيد على حماية الأطفال في اللعب، فترات الحر لأنهم أقل مقاومة من البالغين عند الشعور بالتعب، يجب أن الواحد يأخذ راحة وتوقف في مكان جيد التهوية والظل إذا قل العرق، معناه أن الجسم يحتاج لكثير من السوائل نعم هذه من ضمن الأشياء التي هي عموميات قد يبدو الذي يسمعها يقول يعني هذه بديهية لكن هذه البديهيات قد تصنع فرقاً وقد تنقذ حياة وإذا كان أحد عزيز عليك، لازم حقيقة خاصة كبار السن أكرر صغار السن، المرأة الحامل، المرضى الضغط والسكر، أصحاب السمنة، أصحاب بعض العمليات أمس كان في حديث أن مرضى التكميم اللي يحتاجون حقيقة أن يعاملون بخصوصية خاصة بكثرة السوائل وتقليل قدر المستطاع التعرض للشمس إلا في مبررات تستحق ذلك هذه بصورة عامة التوصيات اللي حين نأكد عليها أنا ودي أكد على مفهوم التأقلم وهذا مثل ما قلنا أحيانا الناس تطرح سؤال إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق الثلاثين نسمع عن وفيات سواء هذه حصلت في اليابان، حصلت في أوروبا، في بعض الأماكن الباردة ليش إحنا الناس ما شاء الله بالخمسينات ويعني متأقلمين وما شاء الأمور هذه من ضمن الأشياء الحر اللي عندنا هو بربوة شأن كلهم الآن متنقعين بالأحواض وهذا ثلاثين يتنقعون، ما في داعي توصل للخمسين الحمد لله، ما شاء الله فعلا شيء الحقيقي هذا التأقلم من ضمن الأشياء يوري لك محبة الكويت وقيمة الكويت ووجن الكويت عدل أنا أتكلم عن وظائف فيسيولوجية في الجسم للانتقال من البارد إلى الحار يجب أنك تأقلم من مثل هذا الموضوع لذلك الأكثر عرضة للصدمة الحرارية قد يكون الليايين من أوروبا والأماكن الباردة جداً جسمهم ليس متعلم على التعرق ليس متعلم على التكيف لدرجات حرارة من هذا النوع طبعا هناك عندهم مشي وعندهم قلة في المبردات سواء على مستوى التكيف أو على مراوح فالتالي اللي يعاني من أمراض القلب مثلاً ويمشي وترتفع معه درجة الحرارة أو السكر لا شك أنه إحصائياً يسجلون حالات وفيات ويسجلون حالات إصابات يعني نشوي قشطرة وحط دعمات ما دعمات هذا حرصة يجب أن يكون إضافة كيف إضافة دكتور كيف يعني يعني يكون حرصة إذا حنا نتكلم الشخص العادي نقول لدير بالك نكلم الشخص اللي ياخذ أدوية اللي المضخة الأساسية في التكيف الجسماني ما بين العوامل الداخلية اللي ذكرناها يعني اللي تعني بالجهاز الهضمي والرئوي والمجهود العضلي والخارجي اللي تعمل التوازن بين هذه الأشياء اللي هو المضخة الأساسية اللي الإنسان عايش عليها اللي هي القلب اللي يبث في الأوردة والشرايين اللي ممكن توصل فتبرد من خلال الجلد الخارجي هذه من ضمن الأشياء فعندما تكون المضخة ليست في أفضل حالاتها أو تحتاج نوع من المراعاة يجب فعلا أنه ما تأخذ الأمور بسهالة وبالتالي نوفر الماء نقلل التعرض نحرص على الحركة في الحد الأدنى عسى الله يحفظوا الجميع طيب دكتور تنصح الناس في الجو هذا خصوصا اللي يسوين عمليات قلب وغيره وسوى سوى أن يشلون معهم مطارة ماء بارد مثلا ممكن يحط على راشة أو على صدرة مثلا لا لا هو شرب كافي هو لأنه إذا أنت تساعد الجسم على أنه يعوض الفقد من التعرق فبالتالي يصبح هناك موازنة الجهاز اللي يوازن بين الحرارة الداخلية والخارجية بوفرة الماء يعالج الموضوع هو مشكلة ضربات الشمس والجهاد الحراري هي الجفاف فكثر ما نشرب ماء كثر ما ندخل في نطاق الأمان المطلوب للتعاون مع هذه الأشياء نعود لأخونا الدكتور رحمد الشطي ماذا تود أن تضيف؟ البرنامج تشارف على النهاية فأنا بنعرف شيء أنا بس أذكر بأنه وين كنا نحن نتمحور حول صحة الإنسان وحمايته يجب أن لا ننسى الحيوانات والطيور وهذه من ضمن الأشياء اللي الآن فيه وعي حقيقة من أنه يا جماعة ترى خنقول القطاط خنقول حمام خنقول الطيور بصورة عامة تعاني فبالتالي إذا كان بالإمكاننا الواحد يحتسب ويضع بعض المياه في الحدايق أمام البيوت وكذا وكذا لأنه يعني هذه كبد رطبة على صحة إنصح التعبير وفيها أجر كبير وبقدر ما حنا حريصين على ترشيد المياه من جانب الجانب الآخر يجب أنه يؤخذ في مثل هذا الموضوع إحنا طبعا أصحاب المزارع اللي هم مثلا في العبد وماكن هذه يعتمدون على المياه المعالجة وواضح مع ارتفاع درجة الحرارة تتدنى فاللي عنده هناك خنقول سواء بهايم أو دواجن يأخذ فعلا الاعتبار لأن عساس الواحد لا يستأثن فيها لأن هذه من ضمن الأشياء اللي احنا نلاحظها أيضا قاعدان نعكس بعض الشغلات اللي نشوفها بالسوشيال ميديا أرد فأقول أن ضربات الشمس حالة طارئة وتحتاج التعامل معها إذا لا سمح الله واجهت مثل هذه الغيبوبة أو الهذيان أو كذا فرق ما بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري ضربة الشمس الجلد يكون حار جاف محمر ويلسع مقارنة نوية الإجهاد الحراري تأخذ إلى مكان ضليل توفر لقدر المستطاع تخفيف درجات الحرارة سواء برشة بالماء أو تعرضها للتيار هوائي تخفيف درجة الحرارة من الأربعينات إلى التسعة وثلاثين هذه في الأماكن العامة توصيلها للمستشفى لأنه قد بمثل هذه الإجراءات تنقذ حياة فين طبق عليه قول مولى عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع عجز المستمع في ختام حلقة اليوم من برنامجك الباب المفتوح القلب المفتوح نتقدم بالشكر الجزيل لأخونا الدكتور أحمد الشطي الناطق رسمي باسم وزارة الصحة مع تحيات الإعداد والتقديم من أخوكم أحمد شمس الدين والإخراج من أخونا دهام العنزي نقول لكم الخميس القادم نلقاكم قبل الوقت بساعة نقول مع السلامة وشكرا أبو عبد الله حياة الله